بيل جيتس بيفكر في مشروع خطير لحجب الشمس إيه القصة؟ مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض العالم كله بقى عنده مخاوف كبيرة جداً من إن دي أثر على الحياة على الكوكب وأكيد كلنا في السنين الأخيرة سمعنا عن ظاهرة الاحتباس الحراري اللي أضرارها ممكن تأثر على نباتات وكائنات كتير والعالم كله عايش حالة من الخوف والهلع بسبب الظاهرة دي والملياردير الأمريكي الشهير بيل جيتس لقى الحل وفكر في مشروع خطير جداً عشان يحمي الأرض من آشعة الشمس لكن إيه المشروع ده؟ وإزاي شخص ممكن يتدخل في ظواهر كونية؟ تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا القصة لما تكون شخص غني أكيد بفلوسك هتقدر تعمل حاجات كتير جداً وهتقدر تشتري اللي أنت عايزه في أي وقت لكن اللي عمله الملياردير الأمريكي بيل جيتس فاق كل التوقعات لأنه حاول يتدخل في قوانين الكون ويغيرها عشان يحقق الأمان لكوكب الأرض بيل جيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت حالياً بيفكر في مشاريع متعلقة بمستقبل كوكب الأرض وحالياً أصبح من الأشخاص المسؤولين عن مستقبل الكوكب لأنه عنده إمكانيات مش موجودة عند أي حد ولو حتى موجودة عند حكومات دول العالم وأكتر حاجة بتشغل بيل جيتس في الأيام الأخيرة هي قضية الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض فمع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض ثلاث مرات ووسط مخاوف العالم كله بيل جيتس فكر في تغيير النظام الطبيعي للكون بحجب جزء من آشعة الشمس اللي موجودة من يوم ما ربنا خلق الأرض وبما إن الشمس هي المصدر الرئيسي للحرارة على كوكب الأرض فبيل جيتس شايف إن حجب الآشعة بشكل جزئي هيكون مفيد في تقليل درجة الحرارة الوصلة للأرض وبكده درجة الحرارة حتقل وترجع لطبيعتها والأرض حتسترد التوازن اللي فقدته بسبب ارتفاع درجة الحرارة الملياردير بيل جيتس حالياً بيمول لأبحاث في تقنيات الهندسة الجيولوجية لبناء تقنيات لتعتيم وحجب الشمس من خلال عكس أشعتها مرة تانية في الفضاء والتجربة دي حتتعمل في طبقة الستراتوسفير وهي الطبقة التانية من طبقات الغلاف الجوي عن طريق رش غبار كالسيوم معين في السماء وهو غبار كربونات الكالسيوم غير السماء والمفروض أن الغبار ده بيعكس ضوء الشمس للفضاء وبكده هيعكس ظاهرة الاحتباس الحراري ومشروع الهندسة الجيولوجية الشمسية ممكن يكون هو الحل الأخير لإنقاذ العالم لو البشرية ما نكحتش في وقف تغير المناخ المشروع ده هيكون عن طريق إطلاق من طاد التقس على بعد 12 ميل في السماء وهتتعمل التجربة الأولى عشان العلماء يعرفوا الغبار اللي المفروض يحجب أشعة الشمس هيعمل كده فعلاً ولا لأ؟ ورغم من كلمة الغبار ممكن تكون كلمة بسيطة لكن اختبار الهندسة الجيولوجية ممكن يكون فيه مخاطر كبيرة لأن محدش هيقدر يعرف اللي ممكن يحصل بالزبط إلا بعد إطلاق الغبار وفيه علماء اقترحوا إن الغبار ممكن يساعد في تجديد طبقة الأزون ورغم إن المشروع ده ممكن يكون ليه مخاطر مش معروفة ورغم إن الخطة أصلاً كأنها فيلم خيال علمي لكن فيه ناس كتير حتى كل أملها على المشروع ده وناس كتير بتتمنى إنه يقدر ينقذ البشرية من الاحتباس الحراري ومن تغيرات المناخ خاصة بعدما البشرية فشلت في الحفاظ على الكوكب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر